السلام عليكم أصدقائي أنا الزيزار ومرحب بكم في قناتي الزيزار رفيز أهلاً وسهلاً بالجميع اليوم عندي مراجعة هاتف الون بلس تن آر سحاس حالي ما بديش عمل المراجعة التقليدي لأنا بعملها صلي ثمان سنوات بدي أحاول أعطيكو الزبدة يعني ما بدي أكون شوي آلي في الموضوع بدي أعطيكو زبدة التجربة خلاصة من زمان ما استخدمت وان بلس يعني هذا آخر وان بلس استخدمته وان بلس فايف تي يمكن يمكن هيك لبتذكر هذا الجهاز حصلته من أمازون إمارات بألف وثمانمائة درهم أي ما يعادل ثلاثمائة وستين دينار أردني يعني خمسمائة دولار بلس ماينس هيك الوضع هيك السعر وبيك فئة سعرية في أشياء أعجبتني كثير وفي أشياء لا مبدأي اللي أعجبني كثير السوفتوير حلو سوفتوير يعني أنا كنت زمان تاركه وكنت أحبه لساته حلو صحيح حصاب يشبه كثير اللي هو الأوبو بس ما في مشكلة السوفتوير حلو للي بيدور على السوفتوير جميل لطيف سلس القناة حلوة تغييرات عليه والتعدلات عليه تكون حلوة السوفتوير اللي هو الأكسجين أو أس بيعطيك هاي التجربة بس هل بيكفي إنه يعجبني السوفتوير فقط عشان أترى خمسمائة دولار أكيد لا طب عجبني أشياء ثاني أجيكم الحكي شالله بالنسبة للأداء مش أداء فلاكشب لأداء كويس لكنه يعني أنت بتحكي خمسمائة دولار مرات بتحسس أنه ممكن تأخذ خمسمائة دولار معالج أكيد سناب دراجون فلاكشب صح؟ المعالج اللي هون هو دايمنسيو 8100 ماكس هو مش فلاكشب بس هو ولا هو متوسط فوق المتوسط يعني الفئة اللي فيه ممكن خمسمائة دولار تأخذ أحسن أداء من هذا الجهاز أكد لك نعم ولكن الأداء أبداً مش سيئ بتحس الجهاز سلس بالذات أنه عنده شاشة 120 هرتز المعالج أداء كويس بالذات من الألعاب فرح تأخذ أداء يعني يعجبك بس مش أحسن أداء ممكن تأخذه بخمسمائة دولار هاي بدي أحكي لك يا طب خليل أحكي عن إشي ما عجبني إشي بالعادي ما بحكي عنه موضوع الإنترنت وسرعة الداولود والأبلود في هذا الجهاز لم تعجبني لدرجة أني بدي أحكي عنها لأنه واجهتها وحسيت فيها على الأقل من طرفي يعني لأنني أنا برفع فيديوهات كثير هون فممكن هذا أثر فيه يمكن أن تستخدم جهازك ما تطررش ترفع فيديوهات بنفس الحجم اللي برفعهم أنا أو 4K ومن الحكي هذا فيمكن ما تتأثر وما تحس في الموضوع من مرة أو إذا كنت جاي من جهاز متوسط وطال إلى هون بالعكس هتحسين الجهاز سريع جدا أنا عب أستخدم أجهزة عليا وحسيت أنه الإنترنت هنا ليس أسرع شيء هذا الإشي واجهته وحسيت فيه فعلى الأقل قلت أن أقول للتجربة طيب نحكي عن الكاميرات الكاميرات اللي هون كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل عليها Optical Image Stabilization وكاميرا عدد 8 ميجابيكسل بالتصوير الفوتوغرافي عجبتني بس بقدرش أحكي ممتازة بقدر أحكي جيدة جدا أقل من ممتازة هواتف البكسل بيصحقوا الكاميرا اللي هون صحق يعني بيكسل 7A 6A بيكسل 7 بيصحقوا هاي الكاميرا نعم فالكاميرا هون مش سيئة لكنها ليست كاميرا ممتازة الألوان جيدة الفوكس بعض الأحيان ما كان يزبط بعض الأحيان مش دائما الدايناميك رينج جيد جدا هذا بالتصوير الفوتوغرافي الكاميرا الأمامية الدايناميك رينج أقل الجودة كالعادة لكن العزلة كويست وإذا خدت الزاوية صح بتجيب صورة صح بهذا الجهاز فبشكل عام التجربة الفوتوغرافية بدي أعتبرها جيدة جدا مش ممتازة ومش أحسن كاميرا بهيك فئة سعرية أنا جرفتها وإذا انتقلت للفيديو عنده خيارات بالفيديو بس أنا عجبني أو فئة واحدة عجبتني تصوير الفور كي هي أكثر شيء عجبتني باقي الفيديوهات بأعتبرها جيدة بس بقدرش أكي والله ممتازة خلينا يشوف بعض الفيديوهات السلام عليكم كاميرا الأبنية وين بلس سوف نجرب ديني الصباح لسه لا أصبحكم بالخير لأنني لم أتوقعت هذا الجهاز أشوف منه مثلا شيء رطيف بس لأماني أعجبني وسعره تقريبا 300 دينار أردني سوف نرى الكاميرا الخلفية هذا الفيديو فل اتش دي 30 فريم طبعا قدرات الفيديو والله هي شكلها لا بأس بها من 30 فريم 60 فريم وفيديو 4K وبتقدر تعمل زوم يعني ممكن يكون وضعه كويس تعالش في خيارات هذا الفيديو برضو فل اتش دي 30 فريم ولكن بالكاميرا العريضة شرايكم أصدقائي مرة تحتاجة تصور فيديو زوم هس أنا عامل زوم 2x فما رأيكم 4K بتقدر تصور 30 فريم و60 فريم فأنا رحت على 60 فريم مباشرة شوف كيف الوضع طبعا ساعة 6 صلاحا فعشانيك الشمس لسه يعني تشقشق خبرني شو كيف عجبتكم الجودة ولا لا فعلت الذكاء الاصطناعي فبتحول فيديو لفول اتش دي فأعتقد انه بيضبط ألوانه أيضا نوعا ما تثبيت مرحبا بس كيف حالك شو خبر الله يساك البطارية خمسة ألف بالأمبير ولا مرة ولا يوم أعططني يوم كامل بتخلص بسرعة البطارية حقيقة أنا ممكن صحيحة مستخدم ثقيل يعني هيفي يوزر يمكن أنتم ما تستخدموا الجهاز بالطريقة لأنا ما استخدمها بس عندي أجهزة أعططني يوم عادي موجود مش إنه والله شيء خطير فأنا بقارنع تجربتي هذا لأول مرة أعطاني يوم لازم من نص نهار بعد العصر لازم أشحنه وأنا بيجي الدور الحلو اللي هو الشاحن الثمانين واط فيه نسخة منه عنده شاحن مئة وكمسين أنا النسخة اللي عندي ثمانين النسخة المئة وخمسين للهند للصين فثمانين واط بحللك المشكلة هاي عن جدد عن عشر دقائق بترميه خلاص بعطيك الكمية اللي بدك ياه بتكمل حياتك عاوضوا إنه البطارية مش قوية معنا كميلة بشاحن سريع الصوت ستيريو ممتاز عجبا البصمة داخلي الشاشة جيدة جدا مش ممتازة فهاي كان تجربتي مع الجهاز شو رأيكم عجبكم ولا ما عجبكم خمسمائة دولار نستعدين تشتروا هذا الجهاز ولا عندكم خيارات أخرى حكويني لو سمحتوا بالتعليقات بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء